اعرفكم بنفسي انا الدكتورة ايمان محمود ناصف استشاري تب الاطفال بالتأمين الصحي طبعا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه هو الموضوع اللي العالم كله مشغول بيه حاليا عن الكورونا فيروس فيه حاجات معلومات خطيئة كثيرة بتتداولها السوشيال ميديا وبعض الناس بتسأل فيها بالتليفونات او على البوست المختلفة انا احب ان انا اصحى هذه المعلومات من المعلومات الخطيئة موضوع الهير دراير هل هو بيموت او الهان دراير كمان بيموت الفيروس ولا لا حقيقة الامر ان هذا غير مؤكد في الوقت الحالي ما فيش سيرش بيقول هذا الكلام الاساس هو غسيل الادين بالماء والصابون وفي حالة عدم موجود ماء والصابون هو الغسيل بالكحول الهان دراير بيموت استخدمه للتجفيف مش لقتل الفيروس او لمنع العدوى منه المعلومة التانية برضو بتدولها ناس كثيرين ان تطهير الجسم بالكحول وبالكلورين المخفف رشوا على الجسم قد يكون بيساعد في عدم نقل العدوى الى الشخص او منه الى الاخرين في الحقيقة هذه المواد ضارة ما ينفعش استخدامها بكميات كبيرة على جسم البني ادم او جسم الانسان لانه تمتص عن طريق الجلد وبالتالي في محظورات على استخدامها الكحول اللي بنستخدمه على الايدي لانه لازم يكون تركيزه فوق سبعين في المية علشان يقتل الفيروس ويمنع انتشاره بالنسبة لكلورين احنا بنستخدم الكلورين المخفف وتخفيفه بيكون من واحد الى تسعة او اتنين الى تمانية على الاسطح وهو فعلا ثبت انه بيقتل الفيروس على الاسطح المختلفة بالمنازل وغيرها ولكن لا ينصح ابدا باستخدام هذه المواده على جسم الانسان برضو من الحاجات اللي بتتدولها السوشيال ميديا موضوع التطعيمات هل التطعيمات بتقي من مرض الكورونا التطعيمات الموجودة في الماركت حاليا الحقيقة غير مثبت بالمرة ده منها مثلا الاسئلة كانت بتتورد دائما ليا عن تطعيم الفلو الحقيقة السنة دي كان فيه في مصر نقص في تطعيم الانفلوانزا فمش كل الناس اتعامت ولكن هذا التطعيم معروف انه هو بيقي من فيروس الانفلوانزا نفسه وليس له اي علاقة بكورونا فيروس ولكن ينصح طبعا باستخدام كل التطعيمات احب انوه في هذه المرحلة ان كثير من الناس كانت فيه اسمها انتي فيكسين جروبس من الدكاترا او الاسر كانت بتنصح بعدم استخدام الفكسين ولكن طبعا في ظروف اللي احنا فيها دي نحن في اشد الحاجة لتطعيم او فيكسين للكورونا وده بيؤكد اهمية الفكسين عموما اشتركوا في القناة